خطة العمل هي الخريطة التي تساعد على السير في الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف الرئيسي من إذ إعدادها لتكون قابلة للتنفيذ أقامت دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوقف الشيعي ورشة تدريبية لملاكاتها وذلك بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة قامت دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع الأمان العام العتبة العباسية مشكورة بإقامة ورشة تدريبية وهي الثانية في مهافظة كربلا الأولى كانت العتبة الحسينية بالتعاون مع العتبة الحسينية والثانية هاي اللي بالتعاون مع العتبة العباسية الهدف من هاي الورشة هو تدريب كوادر ديوان الوقف الشيعي في إعداد الخطط السنوية تدري إعداد الخطة السنوية لأي مؤسسة أو تشكيل يحتاج إلى منهاج وتدريب حتى تكون خطة معدة صحيحة قابلة للتنفيذ والقياس جلسات صباحية ومسائية استمرت لمدة يومين تظرتها قاعة الإمام القاسم عليه السلام في العتبة المقدسة تخللتها محاضرات ونقاشات استراتيجية تسعى إلى تقديم المساعدة في إيجاد حلول المشكلات وتعزيز مهارات الموظفين وزيادة تركيزهم تم عقد ورشتين تدريبيتين لكوادر مديريات الوقف الشيعي وملاحظياته في جميع المحافظات العراقية على شكل وجبتين هذه الورشة التدريبية كانت خاصة بإعداد الخطة السنوية عن طريق المهام والإجراءات الخاصة بكل مهمة لها مجموعة إجراءات المتلقين أخذوا مجموعة ساعات عملية وساعات عمل نظرية كان التعاون مثمر جدا بين الأخوان المتدربين المحافظات والأخوان العاملين في دار التخطيط ومتابعة تعاون مميز تلقي المعلومة ممتاز تأتي هذه الورشة التدريبية ضمن الرؤية المستقبلة لدارة التخطيط والمتابعة في ديوان الوقف الشيعي من أجل تطوير مهارات ملاكاتها وبحسب ما صرح به المسؤولون عنها أنها الورشة الثانية التي تنعقد في كربلاء وهذه المرة قيمت بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة لكونها تحتوي على بنا تحتية تساعد على احتضان مثل هكذا ورش ترجمة نانسي قنقر